السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه يعني إحدى نهايات محاضرات الفكر المقارن بنوك النطف والأجنة للغوم الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة عين شمس ونتكلم فيه عن أراء العلماء في نسب الولد في الرحم البديل حيث كنا قد تكلمنا فيما سبق عن الحمل عن طريق الرحم البديل واتهينا إلى القول بعدم الجواز لكن في نفس الوقت تكلمنا وكنا بأنه لا يوجد تلازم بين القضيتين قضية جواز الحمل عن طريق الرحم البديل أو عدم جوازه وقضية ثبوت النسب فقد يكون الحكم في القضية الأولى عدم جواز الحمل ورغم ذلك يتم الحمل بالمخالفة لهذا الحكم ورغم ذلك يثبت النسب فلا تلازم بين القضيتين فلا يلزم من القول بعدم جواز الحمل عن طريق الرحم البديل القول بعدم سبوت النسب وقد يكون الحكم في الأولى عدم الجواز وفي الثانية سبوت النسب على أي حال الفقاء انقسموا في مسألة سبوت النسب إلى قولين أو رأيين القول الأول يثبت النسب لصاحبة البويضة المخصبة وزوجها فهؤلاء هم الذين قالوا بجواز الحمل عن طريق الرحم البديل مطلقا ووفقهم في ذلك الذين قالوا بجواز الحمل عن طريق الرحم البديل للزوجة الأخرى أي الضرة الرأي الثاني يرى أن النسب يثبت لصاحبة الرحم البديل وزوجها وإلى هذا القول ذهب القائلون بعدم جواز الحمل عن طريق الرحم البديل مطلقا ووفقهم في ذلك الذين قالوا بعدم جواز الحمل عن طريق الرحم البديل إذا كانت صاحبة الرحم أجنبيهم استدل أصحاب القول الأول الذين ذهبوا للقول بسبوت النسب لصاحبة البوائدة المخصبة وزوجها استدلوا بأدلة منها أن القرآن اهتم بالعوامل البيولوجية كأساس لسبوت النسب فذكر في أكثر من موضع أن أصل خلق الإنسان النطفة أو النطفة الأمشاج أو المني فكل هذا تعرض للعوامل البيولوجية من ذلك قول الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا وخصيم مبين أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة فإنا خلقناكم من طراب ثم من نطفة ثم من علقة الآية ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة والله خلقكم من طراب ثم من نطفة أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة هو الذي خلقكم من طراب ثم من نطفة ثم من علقة وأنه خلق الزوجين الذاكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى إن خلقنا الإنسان من نطفة أم شاش نبتليه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر فهذه الآيات كلها تدل على الناحية أي البيولوجية التي أصل الإنسان ناقش أصحاب الرأي الثاني ناقشوا استدلال أصحاب الرأي الأول بأن النسب لا يعتمد على العوامل الوراصية وحدها بل يعتمد على العوامل الوراصية مع البيئة المحيطة بها فمثلا من يحمل الجين المسؤول عن مرض السكر قد لا يكون هذا الجين نشيطا وقد لا يصب مرض السكر إلا إذا وضع في بيئة تحفز هذا الجين وتنشطه كرحم أو غير ذلك إذن العوامل الوراصية وحدها لا تكون هي المؤسرة والنسب لا يعتمد عليها وحدها وإن كانت لها أهمية قبرى في صفات الناس أيضا القول بأن سبوت النسب والعوامل البيئيولوجيا فقط غير مسلم بل يشترط أيضا أن يعني مثلا كما ذكر الفقهاء في المعين أن يكون محترمين أن يكون في نطاق المشروعية فالماني فقط أو البويادة فقط لا تكفي بل لابد من وجود عوامل أخرى ولو قوانين شرعية أو ما إلى ذلك فالأمة البديلة التي ليست بفراش لزوج صاحب البويادة المخصبة لا يزبط نسب الموجود منها لصاحبي البويادة المخصبة لأنها لم تكن في إطار علاقة شرعية فالولد ينسب لها هي ولا ينسب لأصحاب البويادة المخصبة التي رغم توافر عوامل بيولوجيا لأنها لم تكن في الإطار الشرعي لأن الزاني نفسه ونحن نعرف أنه زاني لا يأخذ هذا الحق أو هذه النعمة وهي ثبوت النسب منه لأن الظروف الشرعية أو الصفات الشرعية ليست بموجودة فإذن النسب لا يعتمد على عوامل بيولوجيا وحدها فقط بل يعتمد على عوامل أخرى من بيئة ووصف شرعي وهكذا استدل أصحاب القول الثاني الذين ذاهبوا إلى ثبوت النسب للتي حملت بأدلة أيضا مختلفة فقالوا القرآن أو الآية القرآنية تدل بوضوح على أن التي حملت وولدت هي التي تكون أم وهي التي ينسب إليها الطفل وليس التي أخذت منها البويادة المخصبة فلذلك نرى القرآن الكريم يذكر ذلك في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم فهذه الآية تدل على تحريم أن تحريم نكاح الأم عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه وقالوا بأن الأم هي الأنسة التي لها عليك أولادة فهذه التي تسمى أما بنص القرآن الآيات القرآنية واضحة أن الأم التي ولدت والتي حملت هي التي تكون أم فالله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وه يخرجكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فكل هذه الآيات دل على أن التي حملت وولدت هي التي تأخذ هذه الصفة صفة الأممة نوكش هذا الدليل أو هذه الأدلة بأن التي حملت وولدت وأن سماها الله أما فإن هذا لا ينفي أن تسمى غير التي حملت وغير التي ولدت أما كما في قوله تعالى أمهاتكم لا تأرض عنكم وأيضا سما أمهات المؤمنين لكل المؤمنين بأن هن أمهات لهن وأزواج أمهاتهم فهنا سماها أم أيضا أيضا الله تعالى وإن سما غير التي تلد أما إلا أنه لم ينفي عن التي حملت وولدت صفة الأممة في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولدهن وقبله تعالى لا تظهر ردة بولدها أيضا الله سبحانه وتعالى أخذ يعني ذهب إلى ذلك بأكثر طريق وطريق القصر فقصر الأممة على التي ولدت ولم يعطيها لغيرها فقال فهذا ما يسمى بأسلوب القصر في اللغة العربية وهو نفي وإثبات فنفى شيئا وأثبت شيئا للتي ولدت فهذا يسمى قد طبعا ناقشوا أصحاب القول الأول أو ناقشوا أدلة أصحاب القول الثاني بالمناقشات السابقة في الدليل الأول وأضافوا لذلك بأن القصر هنا ليس قصر حقيقي وإنما هو قصر إضافي بالنسبة للدليل الأخير والقصر الحقيقي هو أن يختص المكسور بالمكسور عليه مطلقا يعني هذه الصفة تكون له مطلقا ولا تذهب إلى غيره أبدا هذا يسمى القصر الحقيقي كما في قولنا ما محمد إلا خاتم الأنبياء فنصف الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء هذه الصفة لا تذهب إلى غيره أبدا هذا يسمى قصر حقيقي وهناك قصر إضافي أي أننا كنا نتكلم في قضية فنحن من فيها ونصف المتكلم عنه بصفة هي تذهب إلى القضية التي كنا نتكلم عنها فهذا اسمه قصر بالنسبة لما كنا نتكلم عنه يعني نعطيه صفة بالنسبة للصفة التي كنا نتكلم عنه فكنا مثلا نقول شوقي كاتب شوقي إبراهيم فيأتي واحد ويقول ما شوقي إلا شاعر يعني هو لا يجد إلا الشاعر بالنسبة للكتابة الكتابة لا توجد فيه فهذا قصر لا يسمى قصر حقيقي لكنه قصر إضافي بالنسبة للصفة التي كنا نتكلم فيها فهو لا يتصف بصفة الكتابة ولكنه يتصف بالشعر بالنسبة لكتابة